موسيقى شخص عده مشكلة موربس شويرمان اللي صارت عده من عمر اسباطع السنة بالفقرات اللي فوق بأعلى أسفل الظهر يعني الفقرة الثري الثو الثو الثان وسببت لها آلام بسيطة خوفتها قام ما يتحرك قام من يسوي شغلة وتجي آلام يوقف ضعفة العضلة هو عنده فرق بطول الأرجل انكبست الفقرتين الأخيرة بأسفل الظهر ضررت الغضاري في زحفة اللي ولد خربط البايوميكانيك من أساسه إلى رأسه جائز عدفت أمراض إضافية ضعفت العظام وسوت عده هشاشة بالعظام بس هاي كلها تجي بعد المشكلة الميكانيكية من ساءة حالة الصحية هسه انتش تقدر تسوي لهذا آني أحسن إليه لو جايني قبل العملية الأولى مو العملية الثانية انت من صار عندك تداخل جراحي آني بديت أفقد وبكل عملية جراحية العمود فقري 30% من نجاحي في علم الحركة من صار عندك تداخل جراحي آني وضعي بعلم الحركة صار بي عدم نجاح بنسبة 30% أما وراء العملية الثانية انت شنو اللي سوالك يا ما أعرف يعني هذا الشخص عسه منه يجي يمي وأفحصه آني أعرف مقدما هذا كل شي بعد ما راح أقدر أسوي له فليش آخذه إذن إحنا ما ناخذ كل الحالات انتبهوا أخوان إحنا ناخذ بس الحالات اللي تجي من اختصاصنا هاي الحالة راحت مو من اختصاصي لهذا أنصحكم انتو كل شي سووا بس لازم تجوني قبل العملية الجراحية الأولى حتى لو وضعيتك سيئة أخي حاول تكشف المسببات اللي ما يكشفها الرنين ولا هذا الطبيب اللي ليسوي لك جراحة أعرفها إنت عرفها إذا قدرت تخلص منها خيرا على خير ما خلصت منها رح سوي جراحة يعني ما دا أقول لك لا تسوي جراحة لا دا أقول لك أخي نصيحة لوجه الله الدين هو النصيحة قبل ما تسوي أي عملية جراحية روح اكشف المسببات اللي ما يكشفها هذا الجراح ولا يكشفها الرنين هل أمود تصير على بين يعني أنا هسا قدامكم شنو اللي خلاني أكشف هاي الأشياء لأنني من شنة رياضي ما كان يعرفوني يعالجوني من شنة صير عدي إصابات ما كان يعرفوني يعالجوني رادي يشيلوا لي الغضروف ما للركبة وهو كل شي ما بي يعني سنتيان أنا ما ألعب بطولات وأني على المستوى الدولي لأنه ما حدا يكشف المشكلة ما ألتش إنو فضل من الله رجعت للرياضة ورحت لعبت وأخذت بطولة أوروبا سنة 96 لوكارنو انترناشنال ووراها صارت عني نفس الإصابات أروح لهم بسويسرا ما حد يعرفها رحت لألمانيا ما حد يعرفها فمن أنا رحت دخلت بالجامعة ودرست البايوميكانيك بديت أبحبش أعرف ليش هاي صارت هي شي وجدت مشكلة الفرق بطول الأرجل بمساعدة أستاذ العظيم دكتور أرنولد ريك اللي هو كان جراح عمود فقري عافد جراح عمود فقري ورجع يشتغل على المفاصل الأخرى من أرقى وأبدع البشر اللي شبهتهم بحياتي اشتغلت وياه سنين طويلة وهو بسبب اختراعي للجهاز انطاني علمية على اللي أنا اخترعته وكملي العلمية يعني أنا علميتي يجدتي من هذا الشخص ومن شخص آخر عماتين ساعدني تقريباً 30% بس هذا 70% الفضل كله يعود إلي وانطاني الفرصة وقدرت أطلع وياه بعدين معجزات بالعمل بحيث شنة بسويسرا 80% من الجراحة يعني بسويسرا مو بالعراق ولا ببلغاريا ولا برومانيا ده تفهمون شون فأخوان انتبهوا مشكلة العمود الفقري لازم انت تباغتها ما تخليها تستفحل عندك مشكلة العمود الفقري خصوصاً اللامة رضية تجيك تسحف بدون أن تكشفها أي مشكلة بالعمود الفقري تأكلها 5 إلى 10 إلى 15 سنة يالله تظهر ما تظهر مباشرة فاتباغتك انت حاول بالإشارات اللي ينطيكيها الجسم تبدي تكشفها مبكر أكو هاي ناس مطنشين مو يم الشغلة يدغب ظهر منا يجيبه منا أكو عنده قزلة ما مراقبين نفسهم ما معتيني بطريقة حياته ولا معتيني بصحته طبعاً يوقعك الألم الظل ها؟ وهاي مال تأخذ أدوية وكذا وتعبر على الألم وكذا ومدري شنو وتوقف الألم وكذا هي هاي السبب الرئيسي اللي تخلي المشكلة عندك تتفاقم تضرب لك العظام تسوي بيها هشاشة تضرب لك الرباطات وراها تضرب لك العضلات تضرب لك الغضاريف تضرب لك المفاصل وبالنهاية تجيك الأحصاب اللي تقعدك بالفراش تخليك ما تقدر تقوم ترجمة نانسي قنقر